فيه كمان رسالة بتقول انا متجوزة من 16 سنة وبعد سنة و 6 شهور اعرفت ان جوزي عامل عمليتين قلب مفتوح وما كانش اقيل لي المهم بعد معرفت كنت خلفت قلت مش مشكلة وكملت حياتي جي بعد كده خلاني عملتله توكيل عام وسحب علي قرد من البنك كبير وابتدى يكتب شكات باسمي وحصلت مشكلة كبيرة المهم اهلي خلوني الغي التوكيل جي بعد كده خلاني اسحب قروط تاني وما كنتش اقدر ارفض كان بيخلي البيت جحيم بمعنى الكلمة هو دايما بيرجع البيت الفجر وكتير كنت بكشفه بيكلم ستات وطبعا بيكدب عيني ووداني ويقلب الدنيا علي ومفهم الدنيا كلها اني بغير جدا من 3 سنين بعد ما خلاصت حطيت في البلاك لست في البنك وما بقاش يقدر يسحب علي قروط تاني اتلككلي في مشكلة وروحت بيت بابا ومن ساعتها وهو ولا بيصرف على عياله ولا حتى بيسأل عليهم غير لما حد من الولاد يكلموه يدوبة كلمة وخلاص انا دلوقتي مش قادرة ارفع عليه قضية نفقة خايفة ما يدفعش اللي باقي من القرد ونفسي حد يكلمو ان يصرف على الولاد هي بتقول ملحوظة اباقي الكنيسة كلموه مرة واحدة وخلاص وما فيش اي اهتمام من الكنيسة في الموضوع ده على فكرة هو كان مفهمني ان الجرح بتاع العملية انه اثر حاسة وانا كنت صغيرة ومعنديش اي خبرة في الدنيا انا قاعدة في بيت بابا بقالي ثلاث سنين بس مش منفصلين انا عايزة حد يتدخل انه يصرف على عياله بس مش عايزة افتح ملف ولا عايزة انفصال عشان نفسية ولادي مع العلم هو بيبعث مصاريف المدرسة بتاعت الابن الاصغر بس مش اكتر من كده هنا الحقيقة بنكتشف اهمية قرارات المجمع المقدس المتوالية في هذا الامر في فترة المتنيح طيب الذكر البابا شنودة ومن بعده ربنا تقوله عمره البابا توادس في ايام البابا شنودة كان فيه الزام بالفحص الطبي السابق للزواج الاول كانت رغيب بالفحص ثم صدرت القرار بالالزام الفحص وفي عهد البابا توادرس استمرت هذه الرسالة والتأكيد عليها هنا اهمية الفحص الطبي من اصغر طبيب هيقول ايه مشكلته الصحية هنا هو يعلم ولو كان من بداية الجواز عايزة تطلب بطلان سهل جدا البطلان للغش انما المشكلة مش في الغش في الصحة الغشاش بيغش في حاجات كتير صح ومن هنا بدأ يظهر الغش في التوكيل العام وانه يسحب فلوس على اسمها وكروض على اسمها وفي النهاية ما عادش هيقدر يسحبها لأيها فما تهموش تعيش معا بقى خلاص وخاصة ان واحد في ظروف الصحية دي مش محتاج زوجة قوي محتاج يتسلى بالضبط آسف للتعبير الحقيقة سيدي مش محتاج زوجة نظرا لظروف الصحية انها محتاج يتسلى وواضح من كلامها إذا صدق انه هو بيتسلى وانه هو بيتصل بأخريات وانا بشكر الحياة بنتنا دي اللي بتقوله انا مش عايزة حاجة خلاص بقى لهم ستاشر سنة وعندها أولاد ومش بتفكر في جواز تاني وعايزة تربع عيالها فمش عايزة تطلق ولا غيره فانا يعني الحياة من هنا بناشد انا مش عارف يا من أبروشيت ايه انها تروح لسيدنا نيافة الأسقف في الإبرشية وهو يكلف كاهل متخصص في شؤون الأسرة يهتم بيها واحتياجاتها وفي نفس الوقت يتعامل مع الأخ ده في محاولة إخناعه للصرف على ولاده ده الحل ان الكنيسة هي اللي تقوم بهذا الدور انا معرفش من منين عشان اقدر اكلم حد فأرجو بنتي ارجع لكنيستك ارجع لسيدنا أسقف الإبرشية أو على الأقل ارجع الكاهن الكنيسة عشان يضغطوا عليه أو يقنعوه ان هو يستكمل مسيرة الصرف على ولاده طيب هي هتحاول تعمل كده لكن لو ما قدرتش ممكن ترجع لنا مرة تانية ونشوف هي منين باش تقول لنا منين واحدا نتواسط بسرط بعتلنا قول لنا انت من أنية وطرشية يعني ممكن انا اتواصل مع سيدنا هناك في الإبرشية واتكلم معها لذلك قولكي سيدنا لذلك قولكي سيدنا